موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 في البداية لنا هذا التصريح كما نضع وكان قم هذا التصريح في إطار البرنامج الأممي أو في إطار الأسلوع الأممي للسلامة المورورية التي كانت منضم تحت إشراف وزارة تجهيز والنقل والمولوجيستيق واللجنور الوطني والملكية من الحواتي السيل ووزارة التربية وطنية جمعية التربية والتلمية الفرع النظر التي كانت منضم هذا الأسبوع الأممي بيتمسيق مع مؤسسة البتجاح الابتدائية التي نطلق يوم الثلاثاء الماضية التي كانت فيها مجموعة من الغرشات والفتتاح التي كان فيها مجموعة من الفقرة التحسيسية حول الصالمة التغلقية ونحن كجمعية الطبية والتلمية في مدينة النظر ضمن مجموعة من الأكليم 26 إقليم على الصعيد الوطني التي اخذتها المبطرة نحن كجمعية التربية والتلمية لمتلنا إقليم النظر ومتلنا الجهة الشرقية ونحن نحن على الصعيد الوطني أعطيت لنا هذه المبادرة من طرف المكتب التنفيذي بمدينة النظر التي تم اختيار جمعية دينا التربية والتلمية وهذا راجع لعدة أسفل أولاً حنية كجمعية دينات التربية والتلمية في العنظر لمنخارتين منذ عدة مناسبات أولاً في صيف 2014 خلال شهر سبنيا نضمنا جمعية دينات التربية والتلمية خيمة دينات السنة الطرقية لمدة شهر التي كان لها صبع كبيراً اللي احضر فيها الكتب الدائم دينات السنة الطرقية والسيدة عامل صاحب جلالة على إقليم النظر ثم نخارت نحتي كجمعية دينات التربية والتلمية في عدة التضاهرات في موضوع السنة الطرقية نضمنا هذه الأيام الأممية اللي انطلقت يوم 5 ماي واليوم الثمانية ماي اللي كان ديرو حفل اختتام ونحن بدورنا باسم الجمعية الطرقية والتلمية كنشكرون أولاً نادو سيتي على مبادرة دينات موقع نادو سيتي وكنشكرون مؤسسة دينات الجاحد وكسترمانكم رحمة الله تعالى في مبادرة تحية تربية للتقم نادو سيتي على اهتمام ديناتو على تغطية ديناتو هذه الحادثة الهم اللي شهدته المدرسة الجاحد خلال هذه الأسبوع اللي تيصادف الأسبوع الأممي للسلامة المرورية التي اختارته لأمم المتحدة لتحسيس بمخاطر مخاطر الحوادث السير اللي كانت ضحيتها العديد من الأمرياء في الطرقات طبع هذه الحملة التحسيسية اللي طلقت يوم الاثنين ربعة ماي وانتهت اليوم اللي كيصادف اللي اختصان دلها كانت هاد الأيام طيلة هاد الأيام شهدت مجموعة من الورشات التحسيسية والتوعوية اللي كانت تحدث بطبيعة الحال لأطفال الصغار اللي غالبا هم اللي كيمشوا ضحية ديال الطرقات إذن هاد الورشات كانت فيها ورشات اللي سهم فيها مشكورين رجال الأمن لمستوى الإقليم حيثوا حضروا معنا في الجلسة الضحية وبالتالي نشطوا حسنا اليوم أمس حسة حسيسية الخاصة من الجهة للأطفال لتعرف على العلمات المورو وكيفية المورو إلى آخره اليوم كذلك كان عديد من الأنشطة فيها ورشات الفن تشكيلي ورشات المصراح والبهلاوان إلى آخره كل هذه تصب في تقديم واحد صورة صورة إيجابية على الأهمية ديال السلمة الطرقية وبطبيعة الحال كنشكروا بهذه المناسبة لجميع المواقع وخاصة المواقع المسجلسة دي اللي غطات هذا الحدد وهذا هو الأهم من هذه المناسبة هو أن يوصل أكبر عدد من الأطفال أكبر عدد من المتعلمين لحسن استعمال الطريق وهذا النشاط اللي كانت نضمه بطبيعة الوزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة التجهيز اللي سهمت فيه نيابة وزارة التربية على إقليم الناظر وكذلك اللي احتضنته للمدرسات الجاهل بتنسيق مع الجمعية التنمية والتربية اللي اعهدنا معها عدة مناسبات وعدة أنشطات وفيما سبق كان نضمنا بعض النشاط على اليوم الوطني اللي خصناه لتحسيس اليوم الوطني لليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيصدف 18 فبرايات اللي كل عام كان احتفلوا به وليوم كذلك كان نحض النشاط موسع ومكتف باش نعطيه واحد الصداء متمييز لهذا الحدث وشكرا